بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين أما بعد أيها الأخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أحمد سلامة هنكمل النهاردة إن شاء الله كرس الشبكات تحت رعاية فرس تليرن أكاديمي كنا خلصنا الستار تبوليجي هنكمل النهاردة إن شاء الله مع شكل جديد من أشكال الشبكات هو الرنج تبوليجي الرنج تبوليجي بكل بساطة هي مجموعة من الأجهزة متصلة ببعضها بحيث إن هي تعمل حاجة اسمها closed loop كل جهاز متصل بالجهاز اللي جنبه أو متصل بالأجهزة اللي جنبه عن طريق طرفين الجهاز الثاني طرفين وهكذا لغاية ما تعمل لي حاجة اسمها closed loop قفلت قفلت الدايرة ديت هي دي بكل بساطة كانت الرنج تبوليجي بقى إذا أجهزة متصلة ببعضها عن طريق قبل لغاية ما بتعمل closed loop بتعمل دايرة مغلقة من ذلك كان بيطلق عليها الرنج واتطورت شبكة الرنج بجهاز بستخدم خاصية اسمها token أو token ring هنتكلم عنه إن شاء الله في خلال المحاضرة ولكن هو فكرته نفس القصة بالضبط هي closed loop طيب في حالة شبكات الرنج كانت الداتا بتبعت إزاي جماعة لو قلنا إن جهاز ايه عايز يبعت رسالة مثلاً لجهاز بي كانت الداتا لازم تمشي في مصار واحدة جماعة يعني ده تمشي من هنا لازم تعدي على الجهاز التاني وتعدي على الجهاز التالت بعد كده تعدي على الجهاز الرابعة تدي له البيانات وإلى آخر طيب إفرد إن الجهازين دول عايزين يبعتوا يبعتوا الداتا يعني الراجل ده عايز يبعت ممكن يمشي من الجهاز ده لازم كل الأجهزة تمشي في مصار واحد علشان ما يعملش حاجة اسمها وتصابق دي بكل بساطة كانت فكرتها يبقى الموضوع ماشي في direction واحد في اتجاه واحد علشان ما يحصلش أي تصابق طيب في حالة الجهاز اللي قلنا عليه إن الموضوع اتطور شوية ده كان شكله جهاز الانترفيز بتاعته غريبة أنا شخصيا ما شفتوش يعني على الصور بس دي كانت الوصلة ما بينه دخال إن أنا عندي جهازين جنب بعض عايز اوصلهم كان فيه الجزء الأحمر والجزء الأزرق بيوصلوا بكبل زي الكبل اللي قدامنا دوت من الأزرق للأزرق في الجهاز التاني من الأحمر للأحمر في الجهاز التاني زي الشكل اللي احنا شايفينه ده الان للقاوت ومن القاوت للان وبيعمله برضه في الآخر نفس الفكرة بتاعت الأجهزة المتصلة بكبلات كان الجهاز بيبقى اسمه Multi Station Access Unit والجهاز ده كان بيبقى قسط عالي جدا ودوت من ضمن العهوم بتاعت ال الان شكل كارت الشبكة او الانتورك انترفيز كارت الأجهزة بيكون بالشكل ده بياخد وصلة سيريال او بياخد وصلة اسر نت وشكل الكيبل الرئيسي بتاعه بيكون كابل زي دوت الطرف بتاعه بيخش في الجهاز والطرف السيريال بيخش في الانتورك انترفيز كارت او بيكون كابل ايسر نت شبه الكابل بتاعه الستارت بوليش ارجو ان الجوزية ده بيكون واضحة القصة كلها التوكين بتمشي بنفس العملية او الجهاز ده شغال بحاجة اسمه توكين رينج بيمشي برضه في وان دايريكشن في مصار واحد ياخد الداتا من الجهاز يوصل على الجهاز تاني الى اخير وبعد ما يخلص ياخد من الجهاز التاني الى اخير كان فيه حاجة تانية يعني هنا ببسيط جدا الكتاب حطوا على حاجة اسمها الفايبر ديستريبيوتي الداتا انترفييس الاف دي دي اي ودي ودي يعني مبتشتغلش جماعة في حالة الاجهزة اللي بتشتغل في حالة الباكبون راوتر بتدرسها في حاجات ادفانسد شوية بيكون ليها اكتر من المصار او بيكون ليها مصارين بمعنى اصح علشان لو مصار انقطع المصار التاني يبقى شغال الاف دي دي اي هنا بسيط جدا الكتاب حطت عنده حاجة بتشتغل في الباكبون راوتر مش مهم او ان انت تعرفها دلوقتي بتعرفها في الليفل الادفانسد شوية في الراوتنج اند سويتين او في الوين بمعنى اصح طيب ايه هي العيوب وهي المميزات في حالة الرينج تيبوليجي طبعا الرينج تيبوليجي من حيث البرفورمانس بتاعتها اعلى اعلى طبعا من الباستيبوليجي في حالة ان احنا زودنا الاجهزة البرفورمانس بتاعتها ما بتقلش ما ازاي الباستيبوليجي مش محتاجين نتورك سيرفر علشان نقدر نتحكم في الكنكتيفتي بين الاجهزة والكلام دا اصلا في كل الشبكات احنا مش محتاجين نتورك سيرفر علشان نتحكم في الاجهزة لو ضفنا مكون جديد في الشبكة دا ما بيقللش او ما بيقصرش على الكفاءة باعت الشبكة كل الاجهزة شغالة اكوال بالتساوي في الشبكة يعني حاجات بسيطة جدا معلومات انت مفروض تقراها مش مفروض ان انا اقولها لك طبعا في حالة الباس احنا قلنا انها بتمشي في ديريكشن واحد او في مصار واحد فالكلام دا جماعة بيبطق من الشبكة لانه بيضطر يستنى لما يبعت الرسالة الاولى بعد كده ياخد الرسالة التانية ويبعتها بيمشي في ديريكشن واحد فكانت الشبكة بطيئة شوية طبعا لو في حالة الشبكات القديمة في الرنج لو بورت واحد حصل له عملية انقطاع كانت الشبكة بالكامل بتتأثر وده عيد رهيب طبعا مفيش كلام طبعا جهاز الام اي او اللي احنا اتكلمنا عليه اللي شغال بالتوكن كان بيكون غالي جدا عن الكروت وعن جهاز الهب اللي خاص بشبكات الباص طيب دي بكل بساطة نظرة بسيطة جدا عن شبكات الرنج اشوفكم في المحاضر اللي جاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا شكرا شكرا